بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرام في كل مكان صباح الصحة صباح الجمال من شاشة الصحة والجمال في برنامج هي دي مصر وإطلالته الجديدة وفقرة بنت الصعيد أولا نتوجه بكل الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمجهودات المبزولة في أغز الإجراءات الاحترازية في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد كما نوجه كل الشكر والتحية للجيش الأبيض اللي أثبت فعلا أنه قادر على مواجهة الأزمات تحية مصر حمل الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوق أهلا وسهلا مع ضيوفي الكرام أهلا وسهلا كل مكان الأستاذ محمود جاد سليم صاحب شركة النقل للمقاولات العامة من مركز فرشوت قرية قراعة محافظة رفاعة محافظة قناء أهلا وسهلا بحضرتك فاندم دكتورة صباح محمد محمود بكلية الهندسة جامعة حلوان أهلا وسهلا بحضرتكم معانا موضوع النهاردة مهم جدا جدا مشكلة مطروحة بنواجهها نكاد نكون في كل بيت مصري وفي كل مكان وفي كل شارع موضوع عام مش موضوع خاص ببنت الصعيد في كل مكان بتواجهه المرأة المصرية ألا وهو الحرمان من الميراس النهاردة بنشوف هذه مشكلة فيه ازدياد مستمر وفي كل مكان بتعاني منها ليست المرأة فقط بيعاني منها الكثير الرجل بيعاني منها الابن بيعاني منها كل فئات المجتمع بس النهاردة بنتكلم عن المرأة بوجه عام وبنت الصعيد بوجه خاص بنخص بالأسباب لأن فيه أسباب زيادة في صعيد مصر بتؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وبكلامنا حضراتكم بنوجه احنا مش جهة مش بنوجه اللوم ولا بنقول السلبيات أكتر بالعكس احنا بنتوجه بالأجابيات في أي موضوع بنترحه ومش بنحاسب جهة لا محاسبة ولا نقد فأهلا وسهلا بحضراتكم وبنبدأ بنسأل حضرتك يا أستاذ محمود النهاردة مين النهاردة اللي بيحرم المرأة من الميراس من هو الشخص مضبوطة بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة للشعب المصري الغالي تحية طيبة للسيد الرئيس تحية طيبة للقوات المسلحة تحية طيبة للشرطة المصري وتحية طيبة للدكتورة صفاء وتحية طيبة للدكتورة صباح محمد وأشكر فريق العمل بالنسبة لموضوع المرأة سفندن هو عبارة أسري بيتكون من الأب أو الأخ الأكبر أو العامة برضا الموضوع المرأة في ناس كثير يعني شكت منه ومنظور كثير في المحاكم المصرية برضا وماش عندنا أنا هتكلم على الصعيد وهتكلم على مصر يعني على الدولة عامة يعني الصعيد في إيه؟ في موضوع العرفي بهو اللي بيحل حاليا المشكلة المشكلة فبيجي للأب إذا توفى قبل ما هو يعطي لكل واحد حقه ممكن الأخ الأكبر يطمع وممكن يطمع على الأخت وممكن يطمع على أخواته ككل أخي أخي أخذ الميراس الميراس ككل فهي قضية موجودة ونتمنى إن شاء الله يعني ناشد فيها ولي الأمر ويكون الناس برضا كتخاف ربنا في هذا الوضع لأن الست لا حقوق ومطلوبة إن هي تاخد حقوقها زي زي أخواتها بضرورة هل النهاردة القضية والمشكلة دي في تزايد مستمر ولا بدأت تتراجع شوية مثلا النهاردة اللي بينظر للمشكلة لا حاليا كويس الأول كانت أكتر نسبة كبيرة يعني بس دلاتي يعني بيجي تنسبة بسيطة لأنه برضاك كبار للقرى أو المدن أو المشايخ أو العمر راجع لإيه حالاتك يعني بيرجعوا برضاك للناس دي بتحل برضاك مع القضاء وممكن قبل ما توصل للقضاء بتكون تحلات عرفية تمام أحسنت يا سيد محمود شكرا حضرتك يا دكتورة النهاردة ما هي الأثار السلبية والنفسية المترتبة على حرمان المرأة من المراس بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب بأشكرك وأشكر فريق الأعداد في البنانة وأشكر سيد رئيسي على المهجودات المبزولة في مواجهة وباء كورونا حاليا وبدعوا المصر يا رب تعجي الأزمة دي على خير إن شاء الله يا رب طبعا بقى فيها أثار سلبية كبيرة أوي على المرأة اللي ما بتاخدش المرأة ستاحها لأنه كمان مشكلة أنتو بقى المرأة ضعيفة يعني هي بتحس بالقهر وكمان اللي بيطالب بمراسه ده بيبقى يتيم سواء كان صغير أو في أي مرحلة عمرية فالإحساس بالقهر أما اليسيمة فلا تقهر فالإحساس بالقهر ما بياخدش كمان مراسه ما بيعرفش إنه هو يأدي حياته في تعليمه في شغله في جوازه ما بياخدش حقه هو له حق مش عارف ياخده أثارها نفسية كبيرة جدا وبيبقى فيه عواقب مش مش محمودة خالص يا حسنك يا دكتورة هل حضرتك أستاذ محمود النهاردة الحرمان من المرأة بيقتصر على المرأة في الصعيد أم في كل مكان لا في كل مكان في كل مكان الأكتر الأكتر حضرتك لا الأكتر بيبقى في الصعيد في الصعيد أهى الأسف يعني إيه الأسباب اللي بتأدي إلى تفاقم المشكلة وأنها تسبيات في الصعيد الأسباب بالنسبة للصعيد بتبقى طبعا فيه طبعا فيه طبعا الوضع الأب بتبقى الحالة بتاعته كويسة جدا أرض وفلوس وكلام ده فبيجي الولاد طبعا بتاخده المطاعم وبيخاف يعني مفروض يخاف الله في هذا الوضع فبيبص أنه طبعا الأرض دي هتروح لأخته وأخته هتروح لده يعني النظام العادات اللي انت عارفها وانت بنت الصعيد يعني وعرف الوضع فمش عايز طبعا مطروحة وحاولينا القبير في كل مكان مزبوط يفن فإزاي انه هو طبعا انه ده ياخد أرضنا وأرض أبونا ومش عارفه طب ما دي بنت أبوه ودي لها حق والشرق بيقول كده يبقى أنت تمنحها من الشرع بتعرف بنا بالضبط أحسان تحضرتك هل حضرتك النهاردة العادات والتقاليد لها دور بتلعب دور في حرمان المرأة من المراسة والتعليم برضو مستوى التعليم النهاردة متعلم أو واخد شهادة ايه متعلم تعليم مثلا موسط ايه اللي بيلعب دور الثقافة التعليم العادات التقاليد هي ما بقيتش في فرقة سواء كانوا متعلمين أو مش متعلمين كلهم بيتبعوا نفس المنهج وبيحرموا من المراسة إذن فهي مشكلة كبيرة ومبودرة في كل على المستوى العام وفي كل بتدخل فيها بقى العادات وتقاليد وإزاي إحنا ندي المراسة للبنت وما يروحش لزوجها وما يروحش لحد غريب وده غير من بيبقى فيه عقارات وبيبقى فيه أراضي عايزينها تتقسم وحتى لو فيه سيولة يعني فلوس مش بيدوها حقاب كامل يعني بيدوها جزء منه وكمان على بال ما بتاخد وبيتطالب المستوى التعليم للمرأة كمان إنها تطالب بحقها ده مش موجود يعني التوعية في إن هي يبعدها بتخاف كمان دهها تطالب بحقها بترجع لها مش عارفة تاخد حقها مزبوطة فيديو تمام أحسنت يا دكتورة النهاردة حضرتك المرأة في الصعيد أصبحت قادرة على المطالبة بإنها تخرج تطالب بحقها في المراس تروح للجهات المسؤولة مثلا تقاضي الشخص اللي حرمها من المراس لا هو بالنسبة للست اللي عندنا في القرآة لا الست بالنسبة اللي هي في الصعيد أولا بتنظر اللي هي مش عاوزة تودي أخواتها المحكمة تمام فبتنظر للحتة دي تقولك ما توصلش بيني وبين أهلي وبين أخوات إن أنا أوصل بيهم للمحكمة يا دكتورة وانت عارفة نظام آه طبعا مش عاوزة تهينهم مش عاوزة تهينهم بتوصل لمن؟ بتوصل لأي إنسان في البلد راجل محترم وبيخف ربنا وبيمشي للخير أين عمدة شيخ البلد؟ أه شيخ البلد أول عمدة؟ بالنسبة للصعيد المدينة يعني النهاردة بنت المدينة هي اللي قادرة تخرج أكتر من بنت الصعيد بنت المدينة عرضوزة هتروح المحكمة وتروح الجهات المسؤولة برضو بتلف وتدور ومش قادرة توصل لحاجة فبتبص يا دكتورة اتلاقي إن هي تنظل الرجل إذا كان عمدة أو شيخ أو إنسان خطبالك خيري بيمشي كده لواجه الله يصلح من الناس فبتدلس معها وتعرض عليها مشكلة فهو بيقعد مع أخوتها وينظر يعني إيه شوف الدينة فيها إيه طيب يا جماعة إيه إيه رأيكم إيه لها كام ده لها مية طيب إيه رأيكم تبقى خمسين وبنبقى خلاص كده كل واحد أخذ حاجة كل واحد أخذ حاجة يعني العرف ماشي خوية عندي ليه ده بيحصل؟ عشان صعوبة الإجراءات مضبوضة صعوبة الإجراءات لا أحتاخد وقت وبعدين وفين إثبات اللي معاها؟ مفيش أي معاها أي أوراق تثبت حتى يعني إنها ليه حاجة؟ لا ما هو المرأة في أحيانا أهو إثباتي يا فنزم ما هو الإثبات معروف كله بالأب والأوراق مش معاها مع الأب فبتوصل للأخ وهي مش معاها حال أساساً ففين هتروح حتى المحكمة بإيه؟ لا من غير أوراق يا فنزم لإنه بنتها الإجراءات لازم وهي بنتها أوكي هتثبت إنها بنتها لكن مثلاً لو في عقارات تثبت إن في عقارات تثبت إن في ملكيات هي بنتها يا سبت أنها بنتها ما هو مسبوط يا فنزم مسبوط باسم أبوها كل شيء كل شيء مسبوط بس كل شيء في إبناء حقها المعروف كل الشرعان لا هو الحق يبقى معروف يعني هديك كمسل يعني نبترضي إنه خطبانك ثلاث أولاد وبنت دولها معروفين ثلاث رجالة لا الإنراك معروف الحق فيه لا أنا قصدي إنها تثبت إن فيه أرض فلانية والبيت الفلاني للولد مثلاً لأنه هو مفضل الولد إن الحاجة ما تروحش بره فبيكتب الحاجة حضرتك في وسيلة منصقة كل موجود مع أي إنسان بحيث إن هي ما تقدرش تطالب حتى لو طلبت بحقها ما عام واستند يثبت إن هو كاتب الشئ ده أو مخالصة آه فيه فيه تمام فقم موجودة فيه في إيد مين بتبقى مع الأب وإذا توفق الأب وحصل عليها الإبن الأكبر ما هو يكتب الوثيقة ويديه هالو على طول سلموا نقطة في القرار على طول زي ما بيقوم الخدرة لأنها تطالب حقها هي مش عارفة طالبي مش عارفة ومش قادرة تخرج ومش قادرة تشتكي أهلها ومش قادرة تفقد صلة الرحم كذا مراعاة مراعاة لأسباب طيب من وجهة نظر حضراتكم إيه الحلول النهاردة اللي المفروض نعملها المؤسسات الدولة الأفراد يعني تفضل لحضرتك أولاً الحلول عشان يكون فيه حق وعرف طالب بحق لازم يكون فيه قانون يلزم بإطاءها سالحق تمام فلازم يكون فيه قانون راضع إن المرأة تاخد حقها طب ده يجي إزاي زي ما فيه محكمة للأسرة ما يبقى فيه محكمة المارسة علشان سهلة أو أن أنا أتوجه لها والأجراءات بتاعتها تكون معروفة ومختصرة وميسترق وفي أسرع وقت ممكن يعني الخطوات اللي بيقوم بها أي حد بيطالب بحقه في المراسة إنه هو طبعاً بيطلع شهادة اللي هي الوفاء المتوفي بعد كده بيروح يعمل إعلام مراسة طب كل ده يكون في مكان واحد وتتربط إلكترونياً ببعضها بعد يعمل إعلام مراسة بيبقى فيه بعد كده اللي هو حصر التركة بعد كده بيبقى فيه خطوة تانية اللي هي فرز التجنيب وبعد كده توزيع الحقوق وتسليمها كل ده لازم يكون فيه مكان واحد وإجراءات إلكترونية تتصل ببعض علشان ما يبقاش فيه وقت طويل أو في المحاكم بيقعد للتلاتين سنة فيها فاللي بياخد حقه ما بياخدهش في الوقت اللي هو عايز دوء ولما بياخد دوء في طباطه في الإجراءات القانونية للأسف في المحاكم والجهة المختصة يكون فيه قانون لده ويكون فيه مكان مختص بحل النزاع طبعا بالإضافة بقى للتوعية المجتمعية اللي بتبقى عن طريق الجماعيات الأهلية وجماعيات التنمية المجتمعية إن المرأة دي تطلب حقها وإن هي فعلا ديها حق وتوعية للأب والأخ وللخال وللعن إن أستاذ دي حلوى النقطة دي ما بقيتش أستاذ دلوقتي أصبحت معيلة سواء منفصلة أو أرمالة هي بتاعي الأسرة فلازم تاخد حقها شد عرفت ربي بالضبط ولذلك حضرتك أنا بقول في حاجة إن هو ما يدخل للأيات القرآنية بيفسرها على هواه أو بياخد الشق اللي هو عاول اللي هو عاوله آه يأول فيه الكلام عشان يقولك لا ده الزكر مصلحة للأنسيين طب ما تكمل ما تفهم آه صح خد اللي يخصك وإفهم صح وعدل طب ما هو مطالب أنت بيها برضو أنك تصرف عليها أنك مطالب بكل حاجة لكن النهاردة أصبحت المرأة معيلة زي ما حضرتك ذكرت وأصبحت المرأة بتتحمل المسئولية مثل الراجل فدي مشكلة جديدة يعني أنت النهاردة هي بتطلب بحقها في المراس وفي نفس الوقت بتعول أسرة كاملة يعني بتحرمها من حقها أصبحت اللي أنت بتحرمها من المراس النهاردة مش قادرة تعمل أي حاجة خالص ولا قادرة مثلا تعول أسرتها ولا قادرة على المطالبات مثلا المطالب بتاعة الأسرة كلها في ظل الظروف اللي إحنا بنعيشها طبعا وظروف الحياة واللي هو الأسعار والمعيشة حق موجود بالتالي حتى لو مش معترف بحقها يعني هي عليها عبئين النهاردة فالمشكلة إحنا بنقول للوعز برضو الديني أو مفهوم الخطأ عنده طب إحنا يتوجه لمين المفروض يبقى فيه حضرتك طوائية مثلا أو اعتراف هي بص بص حضرتك أقول لك الحالة فضل الموضوع ده بالنسبة للمراس ده بالذات مفروض ما يوصلش للمحكمة خدت بالك ولا يوصلش لأي شيء ليه لأنه إنسان خدت بالك أولا دي أخته وهو أخوها وهي مش هتفر بين الأخ وبين أخته لأن هي لو احتاجت منه في أي وقت لأنه هيكون ظهر له فده الوعي هيكون لي من يا فن أنا بتكلمك يا دكتورة على الوضع اللي هو الإسلامي لأنه ده شرع لأنه تطالب حقها ده حق المطلوب فلما تبصي أنت على الأخ إذا الأب نظر إلى ربه وخاف من اليوم الآخر بتاعه مش هتوصل للمحاكم وإذا الأب تهاول والأخ سمح لنفسه برضك ينزل لربه ليه لأنه هيروح هيروح لربنا يقوله إيه هياخد مع فلوس هياخد مع أرض ده أخت هو بيتجي حرمان المرأة من مرسو الأب عيش لأنه هو بيدي للإبن أكتر ما بيدي البنته هو عايش ما بيدي الإبن شقة في مداخلة تليفونية معنا مداخلة تليفونية الشيخ ماهر عطية الشيخ كوادر العرب فضل يا فندم وربنا يحمي مصر من هذا البلاء مصر والدومة الإسلامية كلها وكل عام وأنتم بخير أمين والله إحنا عندنا عندنا عدة مشاكل يا أستاذة تفضل بالنسبة إحنا نحتبر في أول الساحل الشمالي منطقة إسماء أبو 3 طبعا المنطقة دي تحتبر أول بداية الساحل الشمالي ولكن معدومة من جميع الخدمات طبعا الشارع ضيز ومتكفر لا عندنا لا عندنا مستشفيات ولا عندنا وعدة صحية ولا عندنا بريد وعندنا المنطقة تقريبا من قبل 2010 وهي لا فيها صلص صحي لا فيها لا فيها أي حاجة ييجي طبعا ييجي سيادة المحافظ يأخذ ييجي يدخل المنطقة كده أيوة حضرتك آه لسه بقول لحضرتك اتجهتوا للمسؤولين لا بيجي المحافظ يجي المحافظ حرام بيجي المحافظ يجي يولع له شوية تلهيش المحافظ ما يدخلش لهم لهم الطوع الحي مش عايزين يدخل هو يا أستاذة ومنطقة كان بيسكنها أنا أرد عني يا أستاذة المنطقة كان بيسكنها ماهر أباضة وزير الكاربا صادقا أيوة كان بيسكنها كان بيسكنها بس بعد الجماعة دول مشوا منها الدنيا بافت خالص ولا عندنا ولا عندنا شارع نظيف ولا عندنا مدرسة واحدة ابتدائي ما عندناش مدرسة ابتدائي الخدمات يعني معضو ما عندكو حضرتك ما عندناه ما فيش ما فيش المنطقة طبعا يا أستاذة خد وضع طبعا لا وانا هتكلم في المدرسة تحت الشيخ لانه بيتكلم كلاما في حاجة تانية حضرتك في سؤال تاني اه والله ما انا بقولك يا أستاذة طبعا يعني قبل المرض ده وانتشاره ربنا يكينا الشر يا رب يا ربنا يا رب يا رب كان أولادنا بلاقوا صعوبة في وصول المدارس انا بقولك كان كان فعل ماضي كان بلاقوا صعوبة في وصول المدارس طبعا احنا عندنا وعدة صحية بس اسمها وعدة صحية باش محصودة علينا بس هي تبعد على المنطقة بتاعتنا تقريبا 7-8 كيلو يا أستاذة في صعوبة في الوصول لها في صعوبة لها يعني احنا ما عندناش لعندنا بريد احنا نتكلم على خدمات ما فيش خدمات كده لعندنا وحدة صحية احنا ما نتكلمش على المستشفى عام مثلا احنا عزين وحدة صحية وحدة طبعا لتخدم أهل القرية الله يفتع لك اه طبعا طبعا عندنا مدرسة واحدة طبعا انت عارف قصة المدارس مدرسة واحدة ابتدائي عشان أولادنا ينتقلوا من مدرسة لمدرسة تقريبا 10-15 كيلو ورحين جايين وطريق سريع طبعا بيحصل حوادث كتيرة ربنا يكفينا الشر ويكفي أولادنا الشر احنا عايزين نظرة نظرة من المسؤولين لمنطقة ابو تلا هذا ما نتمناه من الله عز وجل امين يا رب احنا شاكرين يا شيخ ماهر وهيرد سياد النايب على حضرتك تفضل حضرتك الموضوع اللي بيتكلم فيه الشيخ هو موضوع موجود حاليا وفي قورة كتير ومنهم القرية اللي عندي لبالساعدك انا اولا هكلمه في نقطة المركز هو بيقول قريط رفاعة تقصد حضرتك انا هكلم برضك داخل ده برضك اه هو بيتكلم بيقولك ان هو عاوز مركز لبي مشكلة عامة اه انا في رفاعة عندي مركز لبي لا يوجد فيها دكتور الا تلات ممرضات جلسين فيها وعلي موجود كمبنى كمبنى وكما وزفها وكما وزفها فقط ما فيش اي شيء ده حاجة التعامل مع الجمهور مفيش يا فندي ده رأخدت بالك يعني قاعدين في المجل في المركز تلبي عندي بقارة رفاعة يعني مفروض الحكومة تاخدهم متوديهم في اي مكان تستفد منا ده رأيي انا الحاجة التانية مفيش مركز شباب في هزا القرية نهائي مفيش بريد خالص في هزا القرية لابتكلمي بدي يا دكتورة واقع عندي في البلد من موسى واي مسؤول يطلع على الهوى يكذبني في هزا الهوى حتى البريد معايا السيجات تبدأ من العمر من خمسين لستين سنة لسبعين سنة لثمين سنة عشان تروح طوبة خمسمائة جنيه ولا ربعمائة جنيه بتجري بتاع حوالي ثلاثة اربع ساعات مفيش اهل القرية تبرعوا بارض لبناء مكان مكان للبريد ومشكور القرية وشباب القرية انهم قاموا بهذا الجهول ومشكور للي تبرع واتبرع مدية ووضعوا الأرض وبردك يا دكتور خدت بالك حتى الآن الحكومة ولا اتجهتش ولا قالت والله يا جماعة انتوا تبرحتوا بالأرض وتبرحتوا بالفلوس طيب تعالوا ادر مخططه ونشوف المجاولة المشتغل نرحم الناس يعني مفروض نرحم الناس لكن المسؤول لا أنا معايش سيد الرئيس خدت بالك ده في نظري أنا خيال بيرمح في ميدان وحده يعني خيال بيرمح في ميدان الوحده والمسؤول أول بترحيله ده مر علينا بكرة وإذا ده أي زائر حضرتك بتقول كده في معظم القرآن في معظم القرآن أنا بتكلم أمت ولو بتكلمك عن القرية اللي عندي أنا بتكلمك عن القرية اللي عندي أنا عندي قارة رفاعة دي القرية الوحيدة من يوم أنا انشأت ما شفتش أي شيء منموس من الحكومة نهائية لعلاج أي خدمات دكتور مش موجود عندي أنا في الوحدة الطبية مش عارف ليه ثلاث ممرضات اللي بدلسيني بيحملوا إيه خدوهم ودوهم في المكان ده حتى إيه تمام إحنا بنضم صوتنا طبعا لصوتك حضرتك وصوت الشيخ ماهر عطية وإن شاء الله للمسؤولين في حل هذه المشكلة إحنا خرجنا من الموضوع بتاعنا آآ بس موجود الراجل دي طالب هو بيطلب دولك مركز والله هيقولك مركز بس مش تلاقي في حاجة تمام تحيات ياخد المركز اللي عندي في الفاعة بالموظفين تحيات الحضرتك المركز موجود وما فيش خدماتك في نهاية الفقرة بشكر ضيوف الكرام والأستاذ محمود جاد سليم تحيات تحياتي لحضرتكم ونستمر في فقرات البرنامج تابعونا بعد الفاصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته